يجري في أردن زراعية، يصدر صوتاً غريباً، شكله لا يمكن وصفه، ظهر على الحدود السورية العراقية مقطع فيديو، يظهر مخلوقاً غريباً، يثير جدلاً كبيراً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فما حقيقة المقطع؟ وما هذا الكائن الغريب الذي ظهر فيه؟ ولماذا تحديداً ظهر في الحدود السورية العراقية؟ وهل ظهر في سوريا من قبل؟ سأحكي لكم التفاصيل، أنا رائد حاكم في الملخص فجأة، وعلى الحدود السورية العراقية، ظهر مخلوق غريب وعجيب، يصدر صوتاً غريباً، ظهر في مقطع فيديو، وهو في مكان على الحدود بين الدولتين، وحاول الكثيرون معرفة ما هي هذا المخلوق الغريب، الذي يوجد في المقطع، فهو بعيد تماماً عن كونه ثور أو بقرة، لكنه بدى غريباً للغاية، ويصدر صوتاً غير طبيعي والبعض الآخر شبهه بالذئب، بينما كان الكائن الغريب يجري في أرض زراعية كبيرة انتشر هذا المقطع بسرعة كبيرة على مواقع السوشيال ميديا واليوتيوب، وتسأل الجميع عما هي هذا الكائن، خاصة الأشخاص الذين يسكنون في المناطق بين سوريا والعراق، لأنهم شعروا بالخوف الشديد منه أعلق العديد من الأشخاص بأنهم رأوا كائناً يشبه هذا الكائن من قبل في صحراء تدمر في سوريا، ولكن لم يتم توثيق ذلك بأي صور أو فيديوهات، ولم يتم معرفة نوع هذا الكائن أيضاً لذلك، فإن هذا الفيديو أصاب الكثيرين بالخوف من انتشار هذا الكائن الغريب، لكن ظل كثيرون يبحثون عن حقيقة هذا المقطع المصور لمعرفة ما الذي وراءه وما هي حقيقته واتضح أن هذا المقطع قد نشر من خلال العديد من الروابط في أمريكا اللاتينية، ذلك منذ حوالي أربع سنوات مضت وأن هذا المقطع حقيقي بالفعل، ولكن ليس في الحدود العراقية السورية، وإنما في شرق الأرجنتين ففي شرق الأرجنتين تم رصد هذا الحيوان، وهو بالفعل حيوان نادر للغاية، ومهدد بالانقراض، ويسمى الذئب ذو العرف وكانت المرة الأولى التي نشر فيها هذا الفيديو في إحدى الصفحات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة بالأرجنتين ونشر بالتحديد في مارسي من عام 2019، ولا أحد يعلم من الذي قام بنشر هذا الفيديو ومن الذي نسب مكان تصويره إلى الحدود العراقية السورية، لأن هذا غير صحيح بالمرة لكن ما أثر تعجب الناس واندهاشهم أكثر بعد نشر حقيقة هذا الفيديو هو أن هناك العديد من الناس قد كتبوا أنهم رأوا مثل هذا الكائم من قبل في صحراء تدمر السورية ولكنهم لم يستطيعوا تصويره أو التقاط مقاطع فيديو له فهل حقاً هناك كائنات غريبة تظهر في الصحراء السورية؟ لكن ربما هي أنواع على شكل انقراض من الذئاب أو الأبقار أو الجاموس الوحشي واعتقد البعض أنها كائنات غريبة